الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اغدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات ونظام بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون هنا رائط ما تدعون بالدون الله يعرون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوا في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثرة من علم لهم كنتم صادقين ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيم له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا له أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلع عليهم آياتنا بينة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سكر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتغيته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شيئا من بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفحل بي ولا بكوء لا اتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين قل رأيته إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهدهم من بني إسرائيل على مثه فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خجرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفت قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلم وبشرى للمحسنين إن الذين قاموا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن هاملت أبنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الضالين ووصلنا لأيسان بوالديه حسنا حملته أمه كوها ووضعته كوها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغا شدا وبلغا أربعين سنة قال قال رب أوزعني أنشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمل صالحا أنت الله وأصلحني في ذريتي إني تبتو إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبلوا عنهم أحسنوا أعملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم ويتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدني أن خجر فادخلت القرون بانقبلي وهو يستقيث الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ماذا إلا أسقير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسمين ولكل درجة مما عملوا ولموفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم ضيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله أكبر سمع الله لمن حابها ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين واذكر صاعدي أنذر قمه من أحطرف وتدخلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجيتنا لتافكنا على آلهاتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت بنا الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ألاكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقلا وذيتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِي مَا إِمْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفِذَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرًا وَلَا أَفِذَةٌ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْنَازِمُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْنَكُمْ بِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا آيَاتٍ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من الدون الله قرباننا لها بل ضلوا عنهم وذلك يفهم وما كانوا يفترون وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حظهم قالوا أنصتوا فلما قضوا ولونا قومهم مذنين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بناده يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا به يغفر لكم من دنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الله أكبر سمع الله لمن حمد داعيك الحمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموت بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسول ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلق إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم والذين آمنوا عبر الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدختموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فذاء حتى طبع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلوا بعضهم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأن لهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم الله أكبر سمع الله لمن عبيلنا ولك الحمد سمع الله لمن عبيلنا ولك الحمد السلام عليكم رب الملائكة واروح سبح برس رب الملائكة واروح بسم الله الله بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلم يسيروا في الأرض فننظروا كيف كان عاقمة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أنثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا عبروا الصالحات لذن مات جنات تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون ويكلون كما تاكلوا الأنعاب والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك نام فلا ناصر لهم أفبا كان على بيلة من ربه كما يزيل له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ما فالجمة التي عدى المتقون فيها أنهار بالماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لغة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسهو ماء حبيما فقط طعام معاهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أموتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طلب الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلمن أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله الله أكبر سمع الله لمن حمد إذا لأولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم لهم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنوا الله فاصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم والهدى الشيطان سول لهم وأمدالهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مهزا الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا ترفتهم البلائكة يضرقون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخد الله وكرهوا رضوانهم فأحبطوا أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضون لن يخرج الله أبوانهم ولو نشاء نعرينا كهم فلعفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين بيكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تميلاهم لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم الله أكبر بسم الله بسم الله لمن حميلك لا ولك الحنف الله 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 سبحان الملكة المدرس رب الملكة واروح الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا ترطنوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم متواهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهلوا وترعوا إلى السلم وأنتم لعلمنا الله معكم ولن يتركوا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تغبنوا وتنتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم أفحفكم تبخلوا ويخرج الضالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فبينكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتعون لو يستقل خوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنما فتحنا لك مدحاً مبيناً ليصر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تنخى ويُدم نعمته عليك ويهنيك سراطاً مستقيماً ويرصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في قلوب المبنين ليسندوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تغيب تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فرزاً عظيماً ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضم الله عليهم ولعنه وأعدله جهنم وساءت مصيراً ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً إنا أرصلك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسولهما تعزره وتوقره وتسبحه بكرة وأصيلاً الله أكبر سمع الله لمن حبينا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يقول الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن فبما عاد عليه الله فسأتي أجراً عظيماً سيقول لك المخلفون من العراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأسنتهم مالس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً راد بكم ضرنا وراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً وظلنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أن يهبوا أبداً وسيل ذلك في قلوبكم وظلنتم ضن السوء وكنتم قوماً بوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً سيكون المخلفون إذا ضرطوا إلى مغالم لتأخذوا نذرنا نتبعكم يريدون أن يبدنوا كلام الله قل لهم تنتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون من تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قبلنا قل للمخلفين بل الأرام ستعون إلى قبلون فسيء شديد تقاتلونهم أو أسللون فإن تضيعوا يوتكم الله وجاء حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل أعذبكم عذاباً ليماً ليس على أعما حرجه ولا على العاج حرجه ولا على المريض حرجه ومن يضع الله ورسوله ندخله جنات تجريب تحتها لنهار ومن يتولد أعذبه عذاباً ليماً الله أكبر سمع الله لمن حقناً ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم 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 الله أكبر السلام عليكم